السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا بس عايز أقول لكم على حاجة في فيديو أو صور انتشرت للشيخ أسامة الأزهري في أندونيسيا وهم رفعينه على الأكتاف أنا بس عندي رأيي في الفيديو ده عشان ما تزعلوش يعني أنا ما بطعش أسامة الأزهري لكن أنا مبسوط من الفيديو جدا أنا مبسوط من الصورة جدا مبسوط جدا لسبب عشان بس يعني بسأل نفسي سؤال لو عبدالفتاح سيسي كان نزل أندونيسيا كان ممكن يعملوه الاحتفال ده أو الاحتفاء ده ما حصلش ومش هيحصل وعلى فكرة ده اللي حصل للشيخ أحمد حسن البقوري لما نزل مع عبدالناصر جنوب شرق أسيا وشاف عبدالناصر احتفاء الناس بالزي التقليدي بتاع الأزهر وازاي احتفوا بأحمد حسن البقوري وقال له كده في العربية ارجعوا لمذكرات أحمد حسن البقوري قال له ده عايزين نستغل بقى شهرتك دي أو يعني النبس ده في الدعاية للصورة فإذا مصر يا حضرات والأزهر الصورة دي تقولك قد إيه مصر والأزهر محترم جدا وقوة ناعمة وإن إحنا يجب استغلال ده يا جماعة بصرف نظر عن نتانة أحمق أسامة الأزهري لكن شوفوا قد إيه الأزهر وشوفوا قد إيه علماء مصر محتفين بيهم في العالم الإسلامي كله دي رسالة لعبدالفتاح الجعير الجربوع اتعلم تحترم الأزهر واستغله لأن دي القوة ناعمة لمصر تحياتي 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 تحياتي